أبرز ما جاء في هذه الكلمة التي ألقاها الرئيس بايدن ردا على الخطوة الروسية التي أعلن فيها الرئيس بوتين أعلن روسيا بالاعتراف باستقلال لوجانسك ويدونسك بايدن يقول لا نية لدينا لمحاربة روسيا ولكن الرسالة الأهم التي قالها بايدن في هذه الكلمة كانت أن الخطوات التي اتخذتها روسيا بالأمس هي بداية غزو روسيا لأوكرانيا وأنه سيقوم بفرض عقوبات كاستجابة لهذه الخطوة أكد كذلك بايدن أنه لن يتلدينا لمحاربة روسيا لكننا نريد أن نرسل رسالتنا إلى موسكو بأننا لن نترك حلفاءنا وسندعمهم الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن فرض عقوبات اقتصادية ومالية على دائرة الحكم الروسية وقال إنه سيستهدف عائلاتهم كذلك قال عملنا مع ألمانيا كي نضمن أن مشروع نوردستريم 2 لن يمضي قدما رئيس بايدن قال من يعتقد نفسه بوتين كي يعلن ضم الأراضي التي تدخل ضمن سيادة دول أخرى بايدن كذلك قال سنبدأ في تنفيذ أربع حزم من العقوبات على مؤسسات روسية وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ في فرض عقوبات أقوى من تلك التي فرضتها في العام 2014 بايدن قال إن روسيا أعلنت اقتطاع جزء كبير من أوكرانيا وهنا بداية غزو جديد لأوكرانيا بايدن قال ما أقدم عليه بوتين يتطلب ردا حاسما وسريعا من قبل المجتمع الدولي كذلك قال من يعتقد نفسه كي يقوم بضم هذه الأراضي اعتبر بايدن ما قام به الرئيس الروسي فلازمير بوتين خرقا للقانون وحدد الشركات أو حدد ما سيتم فرض عقوبات عليه VEP والبنك العسكري وقال كذلك عن حرمان روسيا من الديون السيادية وقال إنها لن تتمكن كحكومة روسية من التواصل مع المجتمع الدولي على مستوى الديون السيادية ولن تتمكن من الاقتراض أو الاستثمار في هذه الديون أكد بايدن في هذه الكلمة عن أنه سيتم تقديم مساعدة دفاعية لأوكرانيا معدات عسكرية في أوروبا وأكد كذلك على وجود معدات عسكرية في أوروبا لتعزيز دفاعات نيتو في استونيا ولاتيفيا وهذه التعزيزات الدفاعية وصفها بايدن بأنها للدفاع عن النفس ولضمان حماية كل شبر من أراضي الناتو وأكد في هذا الصدد أنه لا نية للولايات المتحدة الأمريكية على دخول حرب ضد روسيا بالحديث عن العقوبات الاقتصادية توجه بايدن بالحديث إلى شركات في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها متحدثا أنه لا بد من دفع قيمة أو تكلفة لدعم الحريات وأنه سيعمل بشكل حثيث على ضمان أن تتكبد روسيا فقط تكلفة هذه الخطوة وأن يتكبد العالم أيضا تكلفة هذا الصراع وتكلفة هذه العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا في هذه اللحظة أكد كذلك بوتين على أنه ستكون هناك عقوبات أقصى من هذه العقوبات في حال استمر بوتين أو استمرت روسيا في التصعيد وأنه يتحدث عن ما كان يتحدث به سابقا أن روسيا ستصعد وهي تخطط لأكثر مما هو معلن حتى اللحظة يضم إلينا عبر الأقوان الاصطناعية من واشنطن ورسلنا عمر حسن عمر كثير من النقاط جاءت اتباعا فيما تحدث به بايدن واسمح لي بداية بالحديث عن أن بايدن اعتبر ما قمت به روسيا بداية غزو روسيا لأوكرانيا كان يجب أن يحرر هذا المصطلح تحديدا ويوصف الوضع حتى يتمكن من وضع عقوبات اقتضية هل يبدو ذلك متفق عليه داخل الإدارة الأمريكية كما هو واضح؟ في الواقع لا حيات هناك من يرى بأن ما قمت به روسيا بالأمس هو غزو وليس بداية غزو والفارق هنا واضح بأن هاتين المنطقتين الذين تم اعتبارهما كجمهوريتين مستقلتين من قبل روسيا هذا الأمر سار منذ عام 2014 وبالتالي الجانب الروسي كما استمعنا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول بأنه لم يحدث جديد ومأن ما قمت به روسيا هو مجرد إرسال لقوات حفظ السلام لكن من داخل الحزب الجمهوري على الأقل هناك من يرى بأن ما قامت به روسيا هو غزو كامل لأوكرانيا والآن في الواقع أقرأ تغريدة صدرت قبل ثلاث دقائق أي خلال المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن من قبل الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي تقول التغريدة بأن العالم الآن يشاهد وبايدن لا يظهر إلا الضغف لقد خذلنا القائد العام للقوات المسلحة هذا بتأكيد الرد المنسوب للجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي وهذا يعكس بشكل واضح مدى ضعف هذه الإجراءات أو حزمة الإجراءات التي قام بالإعلان عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال هذا المؤتمر الصحفي على الأقل من وجهة نظر الجمهوريين في مجلس النواب حياة من اللافت أيضا حديث بايدن بالإضافة إلى ذلك الانقسام فيما يتعلق بالموقف من توصيف أو تحرير هذا المصطلح غزو أم ليس غزو بايدن أولى جزء من كلمة الحديث عن تكلفة هذه العقوبات وهي نقطة في غاية الأهمية بايدن سيفرد عقوبات على بوتين ولكن هذه العقوبات الاقتصادية توقف خط نوردستريم الذي كان من المفترض أنه سيزود ألمانيا بضعف كمية الغاز التي تحصل عليها توقف إنتاج النفط وارتفاع أسعار النفط اليوم ومقاربة أسعار النفط إلى تقريبا مئة دولار للبرميل الواحد هذا سيؤثر كثيرا وحيث أن روسيا تشارك بواحد من عشرة براميل على مستوى الإنتاج في العالم هو قال أنه سيعمل على تخفيف هذه التكلفة هل حقا الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة على تخفيف التكلفة؟ وهل فقط على نفسها كولايات المتحدة الأمريكية بقية العالم عليه أن يتدبر أمره؟ أمنى لدى الولايات المتحدة خطة أكبر من ذلك لعلى الإجابة في الواقع جاءت على لسان المتحدثة باسم أو مندوبة الولايات المتحدة في جلسة مجلس الأمن بالأمس وهي التمسك بذات النهج الذي كانت عليه إبان الجلسة التي سبقت هذه الجلسة جلسة الأمس وهذا النهج في الواقع هو خفض التصعيد من كلا الجانبين وعدم الالتزام بالجانب الأمريكي لماذا؟ لأن دول منظمة الأوبك على وجه التحديد سوف تواجه مشكلة كبيرة في ضبط هذه الأسعار التي تحدثت عنها حياة وبالمناسبة هذه الأسعار لن تقف عند هذا الحد بل يتم التوقع الآن في الولايات المتحدة الأمريكية بأن يصل سعر برميل الواحد إلى 120 و150 دولار على وجه التقريب لكن في الواقع الآن إذا ذهبنا إلى أي محطة بنزين أو تزود بالوقود في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تجدين فارقا واضحا في أسعار البنزين سعر الجالون على سبيل المثال كان 2 دولار وصل إلى 7 دولارات في بعض الولايات هذه الأسعار مفرطة وكبيرة جدا ليس فقط على أسعار المحروقات المستخدمة في التنقلات والتي بالمناسبة تؤثر على كافة قطاعات الحياة نعلم ذلك جيدا من حياة يعني المواصلات أسعار السرعة الغذائية كلها يعتمد على حركة النقل لكن أيضا على أسعار الكهرباء الآن أصبحت فاتورة الكهرباء متافعة بشكل كبير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا ننسى أن هذه العامل الرئيسية التي تؤثر على الانتخابات المقبلة التي يقبل عليها الحزب الديمقراطي بنقاط للرئيس الأمريكي هي الأقل والأضعف منذ أن تولى منصبه في هذه اللحظات وبالتالي هذه النقاط تؤخذ بالحزبان بشكل كبير جدا الآن الرئيس الأمريكي يعد أنه سوف يقوم بضبط هذه الأسعار ما الذي يحتويه في جعبته حتى يقوم بذلك هذه الأسئلة الآن سوف تكون مطروحة وبقوة أمام الرئيس الأمريكي الذي لا يواجه فقط هذه الأسئلة لكن أيضا يواجه أسئلة تتعلق به طيب هذه العقوبات الاقتصادية التي سوف تؤثر على أسعار النفط بهذا القدر الكبير هل ستؤدي أي جدوى سواء في رضع الجانب الروسي من ورجوع عن القوات التي قام بدفع بها إلى إقليم دونباس أو حتى على الأقل في وقف تمدده في هذه المنطقة كل هذه الأسئلة يواجهها الرئيس الأمريكي حياة أريد أن أذهب معك إلى نقطة أخرى بايدن تحدث عن أن ما قام به بوتين هو خرق للقانون الدولي وبتأكيد ما يقصده بايدن في هذا الصدد اتفاقية مينسك والتي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الضغط لأجل إلغاء هذه الاتفاقية بالأساس كيف يمكن أن نفهم هذه النقطة؟ لننتب سريعا في الواقع حياة إلى هذه الخارطة التي يمكنها أن تسعيدنا كثيرا في فهم هذا المشهد لأنه في الواقع الرئيس الروسي يقول بأن هذه المنطقة التي نتحدث عنها اليوم وهي إقليم دونباس إذا قمنا بتأكبير الشاشة نوعا ما هذه المنطقة منذ عام 2014 اتفاقية مينسك تقول بأن لديها وضعا خاصا والانفصاليون في هذه المنطقة قاموا بإعلان الجمهوريتين المستقلتين منذ عام 2014 وهو لم يقم إلا بالاعتراف بهذه الجمهوريات في هذا التوقيت وإرسال قوات حفظ السلام وبالتالي هو يقول بأن هذه المنطقة الآن هي منطقة متنازعة عليها سلفا وتم إعلان بأنها منطقة خاصة وزاد على ذلك قائلا بأن حتى الانفصاليين لا يتم الحوار معهم من قبل الجانب الأوكراني وبالتالي هو يقول بأنه لم يقم إلا بما كان أو ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية مينسك وهذا بالطبع التعريف ويعني التمسك بهذا الموقف مردود إلى صاحبه ولقائله وهو في هذه الحالة الرئيس بوتن لكن على الجانب الآخر ما يخشاه الجانب الأمريكي بالنسبة كبيرة حيات هي كل هذه النقاط طبعا هذه الخارطة عن طريق موقع واشنطن بوست كل هذه النقاط هي نقاط توغل للانفصاليين التابعين لروسيا واليوم تابعنا كيف أنه كان هناك مؤتمر صحفي في الوقع بين أذربيجان الرئيس الأذربيجاني والرئيس الروسي وكيف أن هذه المنطقة أيضا خاضعة بنسبة كبيرة للنفوذ الروسي ليس فقط النفوذ الروسي في أذربيجان لكن هنا إذا نظرنا إلى الأسفل كرباخ أيضا هي منطقة خاضعة النفوذ الروسي فالآن السؤال الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط التقدم في إقليم دونباس لكن إلى أي مدى هذه الحركات الانفصالية المتوغلة في كل شرق آسيا أو الجانب الشرقي من قارة أوروبا كل هذه المنطقة فيها حركات انفصالية تخضع بنسبة كبيرة للنفوذ الروسي إلى أي مدى سوف يكتفي الرئيس الروسي خصوصا بعد خطاب الامبراطورية الروسية الذي استمعنا إليه بالأمس بالاتكاز عليها والتعامل معها لأنها مناطق فصل ما بين القوات أم أنه سيعتمد عليها لتوغل أكبر في كل هذه الدول حيات وهو ما أشارت إليه بالمناسبة مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس في جلسة مجلس الأم معي سنذهب الآن إلى صورة من مقر وزارة الدفاع الأمريكية حيث سيلتقي بعد قليل وزيرة الخارجية الأمريكية سيلتقي بعد قليل وزيرة الدفاع الأمريكي ونظيره الأوكراني إذن لقاء لوزيري الخارجية الأمريكي ونظيره الأوكراني بمقر وزارة الخارجية أعتدوا المشاهدين ولكن ننتقل إلى هذه الصورة ومقر وزارة الخارجية الأمريكية ستشهد بعد قليل لقاء بين وزيري الخارجية الأمريكي ونظيره الأوكراني ينضع إلينا كذلك مراسلنا أو موفد الجزيرة مباشر في أوكرانيا عبدالعزيز مجاهد عبدالعزيز التفاصيل لديك من النقطة الأكثر حساسية في هذه اللحظة أنت من أعلم أنك في مدينة كراماتورسك الأوكرانية بإقليم الدنباس وهذه واحدة من المدن التي شملها القرار الذي أعلنه الرئيس الروسي بلاديمير بوتين والتي من المفترض أنها ستشهد وصول قوات روسية لأجل حفظ السلم كما قال الرئيس بوتين فأخبرنا ما هي التفاصيل وخاصة بعد ذلك البيان أعرف أن الوقت قصير ولكن بعد ذلك البيان الذي قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن معلنا عن عقوبات اقتصادية ستتحملها روسيا حياة هذه القوات الروسية التي تقول أنها ستصل إلى هنا علق وصولها الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بالمؤتمر الذي عقده قبل قليل الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس بوتين تقدم خطوته ثم لوح بخطوتين أخرى بناء على ما سيتم على الأرض وكذلك فعل الآن الرئيس الأمريكي الذي قال أن هذه حزمة أولى من العقوبات تتبعها عقوبات أخرى إذا ما تغير السلوك الروسي على الأرض الرئيس بلاديمير بوتين بعد الحزمة التاريخية من القوات التي أصدرها بالأمس تحدث عن إجراءين لا زال معلقين الإجراء الأول هو السيطرة العسكرية على كامل إقليم الدنباس وقال إن هذا مرتهن به الخطوات التي ستتم تاليا وأيضا تحدث الرئيس الروسي على الأرض الميدان مهيئ لأي تطور من الجانبين اليوم زرنا خط وقت إطلاق النار القذائف تتسقط من كل جانب على الجانب الآخر صواريخ جراد عادت مرة أخرى إلى الموقع الجيش الأوكراني يعزز مواقعه وكذلك يعزز الانفصاليون مواقعهم بعد أن وصلهم دعم من الجيش الروسي إذن هل سيمد الرئيس الروسي ويبسط نفوذه على كامل إقليم الدنباس ويصل إلى المناطق التي يصدر عليها الجيش الأوكراني كما تنبأ الآن وأصر الرئيس الأمريكا على تنبؤه هل الضرائع التي تختلق على أد أو التي تتوالى على الأرض ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع أكثر أيضا هذا نتابعه من خلال هذه الدبلوماسية التي تشبه كرة تنس الطاولة طرف يلقي بالكرة والآخر يلتقطها ويلقيها في مكان آخر لكن يبدو أن كل الشواهد تقول أننا لازلنا في بداية هذه الحركة الكبيرة التي قد تتطور إلى حرب برية أو حرب شاملة كما يتنبأ الجانب الأمريكي إذن قام بوتين بخطواته بالأمس واليوم رد عليه الرئيس الأمريكي بحزمة العقوبات وكذلك قبله ردت عليه العواصم الأوروبية وبحزمة من الإجراءات كان أبرزها وقف مشروع نورت ستريم اثنان الذي كان من المختلفة أن يزود ألمانيا بالغاز الروسي الطبيعي وكذلك حزمة العقوبات على المسؤولين ودوائر الحكم في روسيا التي أعلنها الآن الرئيس جو بايدن إذن ماذا سيفعل الرئيس الروسي بعد هذه الحزمة من العقوبات وبعد كذلك التطورات على الميدان الآن الانفصالون الموالون لروسيا والذين تصر كيف على ألا تصفهم بأنهم مسلحين موالين روسيا بل إنهم قوات روسية نظامية يقولون اليوم أنه تم استهداف منشآت حيوية في الأماكن التي يسيطرون عليها يقولون أنه يتم استهداف ممنهج لشبكات البنية التحتية في المنطقة وكذلك قال اليوم وزير الطاقة الأوكراني قال أنه الانفصالين الموالين لروسيا يستهدفون شبكات الغاز الطبيعي في هذا الإقليم في إقليم الدومباس إذن ليس هناك أي سيناريو يمكن أن يتوقع كيف يمكن أن تهدأ هذه الأمور ويعود وقفة لقى النار إلى مكان عليه لكن هناك العديد والعديد من السيناريوهات التي تقول بوضوح شديد جدا أننا في بداية تصعيد ميداني يواكب هذا التصعيد الدبلوماسي ويواكب سياسة تنس الطاولة التي تجري الآن بين الشرق وبين الغرب في هذه المعركة التي بالتأكيد لا زالت في بدايتها ولا زالت القادم فيها أكثر مما مضى فيها بالتأكيد كيف سترد روسيا على هذه العقوبات وما هي الحزم الأخرى من العقوبات التي لوح بها الغرب وما تأثير هذه القرارات الاقتصادية على روسيا إذن يبدو أن المشهد الأهم خلال الساعات القادمة أو خلال أيام القادمة في موسكو تأثير هذه العقوبات على النظام المالي ونظام الاقتصادي ونظام السياسي في روسيا وكذلك الرد الروسي روسيا تتخذ أو تسير في طريق شديد الوضوح تطوراته متلاحقة اتفاقيات عسكرية مع الجمهوريات التي أعلنت روسيا استقلالها من جانب واحد وكذلك طلبات من الكريملي بدعم الانفصاليين المسلحين في الجانب الآخر من الحدود ومطالبات من المسلحين والانفصاليين الذين يقفون مع الجيش الروسي في الجانب الآخر من خط وقف إطلاق المطالبات عبد العزيز لنعرف إن كان بالفعل بوتين قد فهم هذه الإشارة أو عفوا بايدن فهم هذه الإشارة من بوتين عندما قال في تصريحي الذي استشت بيه قبل قليل التحركات المحتملة للجيش الروسي في دونباس تعتمد على تطورات الوضع وأذهب بذلك إلى عمر عمر هل فهم بايدن هذه الإشارة من روسيا وعلى هذا الأساس اتخذ أو قم بتدريج العقوبات الاقتصادية التي قال إنه سيفرضها وتحدث عن عقوبات أخرى في حال تمادت روسيا أكثر من ذلك أم أنه كما يقول البعض أمريكا ليست مضطرة لاتخاذ مزيد من الخطوات هي بالفعل حصلت على ما تريد بوقف المشروع نودستريم 2 والذي كان يمثل لها تخوفا كبيرا من إمكانية روسيا أو بما يمثله من إمكانية لروسيا لأن تحكم قبضتها على إمدادات الطاقة لأوروبا لنضع هذه الإجابة في الواقع لنائب رئيس مجلس القومي الروسي الذي يقول أو في إشارة إلى المسجر الألماني أراف شولز وهذا في تغريدة في الواقع صدرت قبل قليل يقول بأنه وتعليقا على مسألة تعليق خط نوردستريم للغاز فإنه يسخر من هذا الخبر ويقول ليرحب العالم الجديد حيث الأوروبيون سوف يدفعون تكلفة باهضة تصل إلى ألفين دولار مقابل ألف كل ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسألة في هذه اللحظة هذه طبعا تغريدة ديمتري ميدفديف التي تحدثنا عنها قبل قليل حياة والتي ترد بشكل واضح على أن الروس كانوا يعلمون جيدا يعني كنا طوال ثلاثة أشهر تقريبا نتحدث عن نوردستريم 2 وبالتالي استعدادهم لهذه العقوبات أو حتى تعليق خط نوردستريم 2 كان مرتفعا وبالتالي هذه التغريدة الساخرة من جانب الحكومة الروسية أو تحديدا نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي يقول فيها بشكل واضح بأننا نحن لن نتضرر وإن تضررنا فإن الأوروبيين سيتضررون بنسبة أكبر بكثير لكن هذه ليست فقط وجهة النظر الروسية حياة قبل قليل قبل لحظات من الآن في الواقع هذا المؤتمر الصحفي صدر من زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كابر مكارثي والذي يقول بشكل واضح بأن فلاديمير بوتين قرر بالفعل الهجوم وغزو أوكرانيا لكن في المقابل هو يقول للأسف وذلك وفقا البيان الصحفي يقول للأسف الرئيس الأمريكي اختار استرضاء روسيا هذه الكلمة التي قالها قال أبيزمن وبذلك فهو يقول بأن الخطوات التي قام بها الرئيس الأمريكي حتى هذه اللحظة حتى بعد المؤتمر الصحفي حياة تبدو أنها قرارات ضعيفة وعقوبات اقتصادية ضعيفة لكن لابد لنا هنا من الإشارة بأن العقوبات الاقتصادية في هذا المجال هي جانب من جوانب كثيرة متعددة يمكن الحكومة الأمريكية تمارس بها الضغط على سبيل المثال كنا نتوقع اليوم أن يتم استخدام نظام سوفت للعقوبات الاقتصادية ونظام سوفت هو يعني بشكل مبسط للغاية يكبد الذي يتم توقيع العقوبات الاقتصادية عليه شللا اقتصاديا تاما لأن نظام سوفت هو نظام أنشاءته الولايات المتحدة الأمريكية على الدولار الأمريكي وبالتالي لم يقم الرئيس الأمريكي باستخدام هذا السلاح الفعال للغاية في هذه اللحظات لكن المشكلة بأنه حتى وإن قام باستخدام هذا السلاح الفتاك نوعا ما اقتصاديا فإن روسيا تنظر الآن في مسألة البدائل البدائل على سبيل المثال هي أملة الكريبتو كورنسي التي كان الرئيس الأمريكي بأن ربما روسيا عمر تراهن على ما أصبح معروفا من أنها لديها توغل كبير فيما يتعلق بالشركات والاستثمارات الأمريكية وبالتالي هي تعرف أن إلغاء أو عدم إمكانيتها أن تكون طرفا في نظام السويفت سيكبد أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ويكبد كذلك تحديدا الشركات والمستثمرين الذين يمشكلون عصا أساسية في الانتخابات وغيرها سيكبدهم خسائر كبيرة لا أعتقد أن بايدن يريد الذهاب إلى هناك ولكن بمأنك تحدثت عن الرضا عن التطورات أو الرضا عن العقوبات التي فرضها قبل قليل بايدن أو تحدث بشأنها هذا يدفعني إلى الذهاب مرة أخرى إلى عبد العزيز عبد العزيز ربما الوقت مبكر وربما لم نسمع حتى اللحظة من المسؤولين الأوكرانيين بشأن كيف تابعوا هذه الحزمة التي أعلنها أو هذه القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي جو بايدن ولكن بالتأكيد هناك تصور مسبق تم الحديث عنه أكثر من مرة هم طالبوا بفرض العقوبات بشكل استباقي هم طالبوا بدعم أمريكي حقيقي وواضح هل هذا ما كان يتوقعه الأوكرانيون من الولايات المتحدة الأمريكية بعد إعلان روسيا الاعتراف بهذا الإقليم إقليم دونسك ولوغانيسك بالإضافة إلى أيضا التصريحات التي تحدث عنها بايدن يعني عفوا النبوتين بشأن هذا الاعتراف وما يعنيه من السيطرة على الأرض بشكل فعلي أنت أشرت في الحياة إلى أن الأوكرانيون كانوا يطالبون أن تطبق هذه العقوبات قبل سلسلة قبل الخطوة الأولى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانوا يريدون أن يبدأ الغرب في رمي الكرة أولاً في هذه اللعبة في هذه اللعبة لكن لم يتم الاستجابة لهم لكن الأوكرانيون الآن يهتمون أكثر بما يحدث على الميدان بتطورات الواقع على الميدان على الأرض كانت نظرية اجتياح أوكرانيا أو الذهاب إلى العاصمة كييف وأن يدخل الجيش الروسي إلى ما أبعد ما هو أبعد من شرق أوكرانيا ومن إقليم أدنباس كانت مستبعدة عند الأوكرانيين لكن بعد حديث الرئيس الروسي أمس بلاديمير بوتين في كلماته التاريخية الطويلة جداً واستدعاءه للتاريخ ولروسيا القيصرية ولتحرير روسيا لأوكرانيا قبل قرنين من الزمان بات هذا الأمر يعني واقعاً للعيان الآن الأوكرانيون مثلاً على وسائل التواصل الاجتماعي يتداولون فيديوهات يقولون إنها لموظفين في السفارة الروسية في كييف يقومون بحرق الوثائق طبعاً هذا بعد بيان صدر منذ قبل ساعتين من الآن بإجلاء كافة الدبلوماسيين الروس من أوكرانيا إذن الأوكرانيون يبدو أنهم منشغلين أكثر خلال الفترة المقبلة بما يحدث على الميدان بتقدم القوات الروسية بتعزيز الجيش الأوكراني ما وقعه لكن كما تعلمين في هذه اللعبة لعبة عض الأصابع التي تجري الآن من ينتصر هو من يستعد لدفع الثمن الأكبر وحينما تكون التحركات بمثل هذا المستوى تحركات يتم فيها تغيير الخرائط على الأرض ويتم فيها إعلان دول جديدة فإنه بعض الشعوب يستعدون لدفع الأثمان وبالتالي استقبال الشعب الروسي لهذه العقوبات التي تم فرضها هو من سيحسم المعرك على الأرض الرئيس بايدن في كلمته التي نقلتها الجزيرة مباشرة الآن كان واضحا أن حزمة العقوبات حدفها هو تكبيد الاقتصاد الروسي الخسائف دون أن يأتي هذا بالسلب على الشركاء الأوروبيين أو حتى على الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك ربما يفهم استبعاد خيار التلويح باستبعاد روسيا من منظومة سويفت الأمريكية لأنها ببساطة شديدة كانت ستؤذي الغرب بقدر ما ستؤذي روسيا والرئيس الروسي كان واضحا أيضا في هذه النقطة وقال أن هذه كانها معركة فائز بين الطرفين وبالتالي العقوبات الاقتصادية كما ستضر روسيا فإنها ستضر الغرب وقال أن العقوبات التي فرضت علينا بعد عام 2014 بعد السيطرة على شرب جزيرة القرب قال أن الأوروبيون دفعوا ثمنها أكثر مما دفعناه نحن الروس وبالتالي تأثير هذه العقوبات لي فعلا تم تصميمها بالبرعة التي تحدثت بها تحدث عنها الرئيس الأمريكي الآن وبالتالي ستتأذى منها روسيا وستتأذى بصورة كبيرة وصورة ملموسة أم أنها ستؤذي الشركاء الغربيين أيضا كما ستؤذي الروس هذا القدر من الأذى من يصرخ أولا في لعبة عد الأصابع هو من يحدد اتجاه هذه المعركة وإن كانت المعركة وفقا للرئيس الأمريكي جو بايدن محسومة وفي كل الحالات الجيش الروسي ربما سيجتاح مساحات أكبر من إقليم الدومباس وسيتوجه إلى العاصمة كيف وستمتد هذه المعركة إلى ما هو أبعد من التحركات الروسية على الحدود الأوكرانية ومن جهة روسيا ومن الجهة الأخرى أبعد من هذه الحزمة التي أعلنها الرئيس جو بايدن وإن كان ليس معلوما حتى هذه اللحظة إلى أي مدى الولايات المتحدة الأمريكية وشركوها عازمون ومصممون على المضي قدما في هذه المعركة في وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعني نحن نتحدث الآن عن إعلان استقلال جمهوريتين في شرق أوكرانيا في مقابل حزمة من العقوبات إذن ماذا إذا تحرك الجيش الروسي ودخل بالفعل إلى العمقى الأوكراني ماذا إذا حاوط العاصمة الأوكرانية كييف ما هي الخطوة التالية هل هناك هل ستستمر الحزمة الاقتصادية في التصاعد بهذا الشكل لكن سيتغير الأمر على الأرض الأوكرانيون واضحون يقولون نحن لا نريد أن يقاتل معنا أحدا على الأرض لكننا نريد أن نتسلح بأسلحة تمكننا من الدفاع عن أنفسنا وكذلك الدفاع عن شركائنا الدول دول شرق الناتو وهي دول ضمن حلف الناتو لكنها لكنها تقع في الغرب من أوكرانيا وهي أيضا مهددة بهذه التوسعات الكبيرة أو التوسعات التي كما يصفها الأوكرانيون بأنها حركة الغزو التي ستكون بها روسيا نعم شكرا عبد العزيز على كل هذه الإفادة ولكن أيضا شكرا على أنك عطيتني صياغة أفضل لسؤالي الأول الذي سأنقله إلى ضيفي الذي ينضم إلينا الآن عبر الإنترنت من واشنطن الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية محمد المنشاوي ولكن أشكرك أولا عبد العزيز وأشكرك كذلك عمر حسن بالتأكيد سنتابع معكم مزيد من التطورات والتفاصيل سيد محمد المنشاوي من يصرخ أولا في معركة عبد الأصابع هذا السؤال من أوكرانيا إليك مباشرة بعد ما تبعناه من إجراءات أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن وما نفهمه من تبعات ستتحملها أيضا أمريكا لأجل تطبيق هذه الإجراءات من سيصرخ أولا برأيك لا أعتقد أن الموضوع يرتبط بمن يصرخ أولا البداية أعتقد أن كما ذكر الضيف من أوكرانيا العقوبات الأمريكية التدريكية لم تفرد واشطن كل ما لديها من عقوبات على النظام الروسي حتى الآن وكما ذكر الزميل عمر هناك نظام سوفت وهو الأكثر ألما للاقتصاد الروسي إذا تم فرده وهو يمنع روسيا عمليا من التعامل في السوق المال العالمي لا أحد يستطيع حينها أن يرسل الأموال إلى روسيا مقابل أي بضائع أو غاز أو بترول يتم بيعه لها فهذا يشل الاقتصاد الروسي وويدن حتى اللحظة لم يقدم على هذه الخطوة لكن عطبا أن العقوبات الغربية والأمريكية تحديدا تضعف وتؤذي النظام الروسي والاقتصاد الروسي والشركات الروسية والمواطنين الروس بصورة فعالة أمس خسرت البورسة الروسية عشر في المائة من قيمتها يعني أي مواطن روسي كان داهم مليون دولار أصبح 900 ألف دولار أو نسبة مقاربة من ذلك فهذا يضعف روسيا بصفة عامة حجم الاقتصاد الروسي صغير بالنسبة للاقتصاد الأمريكي أو الأوروبي الغربي هي لسة الصين روسيا دولة متوسطة الحجم متوسطة القوة اقتصاديا لديها بالطبع أسلحة نوية وهذا هو سبب كل هذه الأزمة التي نحن فيها لكنها اقتصاد متواضع بالمعايير الدولية اقتصاد مثل إيطاليا أو أسبانيا أكبر من الاقتصاد الروسي فهي ليست لاعب كبير مثل الصين إذا حدثت مقاطعة أو عقوبات تؤذي الطرفين الاقتصاد الأمريكي لن يتأثر سلبا بفرض عقوبات على روسيا في الحالة الروسية ربما بعض الدول الأوروبية تتأثر سلبا بإمدادات الغاز والنفط لكنها كانت تتهيئ لهذا السيناريو منذ أسابيع وأعتقد أن المشكلة قد تكون في الموسم القادم من التدفئة في أوروبا الاشتاءة القادمة وليس الآن الآن ليس هناك أزمة تدفئة في أوروبا في هذه اللحظة هناك ارتفاع أسعار وهذا حادث منذ أكثر من ستة أشهر لكن الاقتصاد الروسي سيتأثر وإذا تم فرض عقوبات تبقى للنظام سوفت سيتأثر بشدة وسيكون هذا سابت أزمة كبيرة جدا للرئيس الروسي وهذا مرتبط بما تحدث عنه أيضا بايدن عندما وصف ما قام به بايدن بالأمس بأنه بداية غزو روسيا لأوكرانيا تحرير هذا المصطلح بداية الغزو هل هنا بايدن يقصد أن لا يصل إلى مرحلة الغزو بعد أن قال بايدن أن القوات التي قام بإرسالها أو التي من المفترض أن يتم إرسالها مرهونة بالتحركات التي ستعلنها أمريكا وأوروبا أم أنه أراد استخدام مسألة غزو أو وضع كلمة غزو في جملة حتى تبرر تلك الإجراءات التي سيتخذها وهي فرض العقوبات بداية أعتقدت أن أمس ارتبكت بشدة العاصمة الأمريكية على تعريف ما جرى في روسيا وفي شرق أوكرانيا لم يذهب أحد من الإدارة الأمريكية إلا تصنيف حدثها كغزو ومتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الآيباد ذكرت أن القوات الروسية كانت موجودة بالفعل هناك ولا يوجد تفكير في عقوبات جديدة هذا ذكر قبل 14 ساعة من الآن اليوم هناك لغة مختلفة وحدثها بايدن وأركان الإدارة الأمريكية عن غزو روسي أو بداية الغزو روسي لأوكرانيا وأعتقد أن عدم فرض كل العقوبات التي في جعبة الطرف الأمريكي يشير إلى أن الموضوع سيكون تدريجيا إذا غزت روسيا بقية أراضي أوكرانيا بعيدا عن الجمهوريتين التي أعلنت استقلالهما سيتم تزويد العقوبات ولكن ما الذي تغير خلال هذه الساعات كيف يمكن أن يكون بالأمس ما حدث ليس غزوا واليوم هو بداية للغزو مع العلم أن هناك من يطالب بالأساس باعتبار ما حدث هو غزو على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ موقفا أكثر قوة من ذلك وأن لا يكون موقفها موقف ضعيف بينما بوتان يتجرأ على القانون الدولي ويقوم بانتهاك سيادة الدولة أخرى نعم أعتقد أن واشطن ارتأت أمس أن تهدأ قليلا ولا ترد سريعا على الخطوة الروسية وأن ترى ما تؤدي إليها الساعات والأيام القادمة وهذا حدث بالفعل اليوم النبرة البيت الأبيض ورئيس بايدن زادت عن نبرة الأمس وقوة وحدة في استهداف روسيا وتم فرض العقوبات بالفعل الأمس كان هناك الكثير من الشكاوى من أعضاء مجلس النواب والشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على عدم سرامة الرئيس بايدن وإداراته في مواجهة الرئيس بوتين والنظام الروسي واليوم وجدنا تغيير في هذه الاستراتيجية الأمريكية وكما ذكرت واشطن لم تفرد كل العقوبات وهي تحاول أن ترضع الرئيس بوتين حتى اللحظة عن غزو العاصمة وإسقاط النظام في أوكرانيا وسيطرة على كل الدولة هو حتى الآن يتعامل في الأقليم الشرقي الذي تم الاعتراف الروسي بالجمهورتين والمستقليتين فيه وهناك خشية أمريكية كبيرة وأوروبية من أن تخرج الكوات الروسية إلى ما بعد هاتين الجمهورتين وتسيطر على بقية أوكرانيا وأعتقد أن في هذه الحالة سيتم فرض بقية العقوبات ويتم محاولة شل النظام الاقتصادي والمالي الروسي بعقوبات سوفت الرئيس الأمريكي جو بايدن قال بشكل واضح روسيا وروسيا وحدها سوف تتحمل المسؤولية هل كان بايدن يوجه هذا الخطاب للداخل بشكل أساسي يحاول طمأنة الأمريكيين بأنه لن تتأثر الولايات المتحدة الأمريكية بهذه العقوبات حتى وان ارتفعت أسعار الطاقة حتى وان تطورت الأمور أكثر من ذلك أم أنه كان يطمئن الأوكرانيين أم يطمئن حلفائه الأوروبيين هناك أكثر من طرف في هذه الأزمة يحتاج إلى طمأنة بعد قرارات الولايات المتحدة الأمريكية إثر أو ردا على القرار الروسي نعم أعتقد أن المستعدة في الأول هنا المواطن الأمريكي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع غير مسبوك في أسعار البنزين وأسعار المنتجات المختلفة هناك ارتفاع أكثر من 7% في الأسعار العامة نسبة تضخم عن العام الماضي وأعتقد أن بايدن أيضا في كتابه كان هناك توجه ثلاثي في تطمين الحلفاء هو قال أنه سيرسل المزيد من القوات إلى دول الناتو المجاورة لأوكرانيا وسيدعم الجيش الأوكراني وسيفض عقوبة على روسيا فهذه استراتيجية السلسية تستهدف طمأنة الأوكرانيين وطمأنة حلفاء أمريكا في شرق أوروبا في الناتو وفرض العقوبات لكن الداخل الأمريكي كان هناك أزمات اقتصادية وما زالت مستمرة أي زيادة متوقعة في أسعار النفط كما نتوقع جميعا ستزيد من تظاهر شعبية الرئيس بايدن هنا الشعبية المتدنية أدنى من 40% وهناك انتخابات بعد 17 من الآن وينتظر أن يحصل فيها حزب الرئيس ويفقد شعبية الأغلبية في مجلسين وابا الشيوخ وسيتم شل جندته الداخلية فرئيس بايدن أعتقد أنه يعمل أن تؤدي أزمة أوكرانيا بصورة أخرى لتحسين شعبياته أن هذا سيكون سيناريو غير وقعي خاصة مع الارتفاع المتوقع في أسعار الطق والذي سيأثر سلبا على المواطن الأمريكي نعم أنقل هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن عن وكالة رايا نوفوستي عن الكريملين تقول أو يقول لم نتابع خطاب بايدن والرئيس بوتين لديه اجتماع يعني هذا يبدو وكأنه نوع من أنواع أخبار المكايدة فبايدن تحدث قبل قليل عن خطاب بوتين المطول الذي تحدث فيه عن التاريخ والكريملين هنا يرد بأن لم نتابع خطاب بايدن الرئيس بوتين لديه اجتماع وكأنه مجهول قبل أن يعني تعلق على ذلك كانت لدي نقطة أخرى أستاذ محمد وهي إصرار بايدن على التأكيد على نحن موحدون عندما استخدم هذه نحن موحدون نحن موحدون أكثر من مرة الحديث هنا عن أمريكا والغرب أوروبا صراحة هناك من يعتقد أن هذه الوحدة التي يتحدث عنها بايدن ليست حقيقية هي ظاهرية وأنه كلما تعمقت تكلفة هذه الأزمة كلما سيظهر أو ستظهر الاختلافات بين هؤلاء الشركاء الذين يتحدث باسمهم أو تحدث باسمهم بايدن قبل قليل بالطبع أذكرك وذكر المشاهدين أن الرئيس السابق ترامب ذكر أن هذا الحلف ليس له أي قيمة في عالم اليوم وأنه عبء على المصالح الأمريكية ماديا وعسكريا وطلب بحل الحلف ربما وأعتقد أن الرئيس فرنسي ذكر منذ سنتين أيضا أن الحلف أصبح من الماضي وألمانيا كانت متوجسة من فرض عقوبات على روسيا بسبب الخطوة في أوكرانيا لكن فجأنا اليوم نصر ألماني بإيقاف خط الغاز الجديد الذي لم يبدأ بعد العمل به مع روسيا وهذه ضربة كبيرة للاقصاد الروسي وأعتقد أن بايدن يحاول أن يقول للعالم أن حلف النيتو موحدا وهذا ربما يكون شيء من الصحة لكن الذي لم يتغير ويمثل على دافع الضراب الأمريكي أن أمريكا هي التي توفر المنظومة والمظلة الأمنية لكل دول أوروبا حلف النيتو هو حلف أمريكي بالأساس وليس أوروبي أوروبا مشاركتها العسكرية والمدية في هذا الحلف ضئيلة بالمقارنة بالمشاركة الأمريكية ورئيس ترامب التفت لذلك وهدد بحل الحزب إذا لم يدفع الأوروبيون حصصهم وهناك انقسامات كبيرة لكن في حالة الأزمات تختفي هذه الانقسامات بين الدول خاصة إذا كان هناك خطر جيوستراتيجي كبير مثل روسيا الأوروبيون يدركون أن بدون الراضع الأمني الأوروبي ربما تتهمهم روسيا فهناك وحدة على ضرورة الإبقاء والبقاء في هذا الحلف كتأمين لهم ضد أي مخاطب من الدولة الجارة الكبيرة روسيا في هذا الصدد وفي هذا السياق بالحديث عن الشركاء الأوروبيين وأمريكا يعني بايدن تحدث في هذا الخطاب الذي ألقاه قبل قليل عن أن روسيا ستدفع الثمن والإجراءات والعقوبات التي من المفترض أنها تم الإعلان عنها وغيرها مما سيتم الإعلان عن هي لأجل ردعها عن ما تقوم به تبعنا قبل فترة قيام أو توقيع اتفاق ما بين روسيا والصين هل يمكن اعتبار ذلك ردا من روسيا كافيا على وقف هذه الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية بأن تتحالف مع أكبر قوة في العالم كانت تريد الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة وسيطرة على نموها خلال هذه المرحلة وكانت تشكل هاجسا كبيرا لدى هذه الإدارة طبعا أعتقد أن رئيس بوتين لم يكن لديه أي بديل سوى التوجه شرقا نحو الصين القوة الصعيدة في عالم اليوم والتي تمثل تهديدا حقيقيا وواقعيا للهيمنة الأمريكية في كل المجالات العسكرية والأيديولوجية والتكنولوجية ليس هناك الكثير مما يمكن لروسيا أن تقدمه للصين ونحن هنا في إطار علاقات بين الدول وليس علاقات عاطفية الدول العدو صديق نعم ولكن إلى أن يتم الإدرار بالمصالح مصالح الصين الكبرى اقتصاديا وتكنولوجيا وماليا مع الغرب ومع الولايات المتحدة تحديدا وليس مع روسيا حجم الاقتصاد الروسي ضئيل بالنسبة لحجم الاقتصاد الأمريكي حجم التبادلات التجارية بين بكين وموسكو ضعيف جدا بالنسبة للتجارة الكبيرة بين الصين والولايات المتحدة والغرب نعم ولكن ماذا عن ما قد تقدمه الصين لروسيا الصين تريد الغاز والنفط الروسي الأرخص وليس هناك الكثير مما يمكن أن تقدمه روسيا إلى الصين روسيا بينها وبين الصين عداء تاريخي أيضا ولم نرى روسيا تمد الصين بأي تكنولوجيا عسكرية مثلا مثل التي قدمت إلى تركيا منظومة الصواريخ S400 على سبيل المثال هناك توجس في العلاقة بين الطرفين الكبيرين الذين يجمعهم عداء مؤقتا للولايات المتحدة لكن مصالح الصين الكبرى مع الغرب ومع الولايات المتحدة روسيا ليس لديها تقدمه لأي أحد والصين ليست السناء والصين ليست دولة تتلهف على التعاون مع روسيا لأن ليس هناك الكثير يمكن أن تأخذه من روسيا يعني بوتين قال بشكل واضح أفضل ما يمكن أن تفعله أوكرانيا هو عدم الانضمام للنيتو أو التراجع عن انضمام لحلف النيتو وأوكرانيا هناك من يقول أنها في هذه المعركة هي فقط ليست أكثر من مجرد أرض للمعركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وهي ليست أكثر من ذلك هذه العقوبات التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي قبل قليل والتي انتظرتها أوكرانيا منذ بدء تطور أو تطور الأخير للأزمة عندما احتشدت القوات وما إلى ذلك وكانت أوكرانيا تطالب عبر سياسيها تطالب بشكل واضح بضرورة فرض هذه العقوبات كخطوة استباقية هل يمكن لهذه العقوبات التي تم فرضها أن تقي أوكرانيا شر هذه الحرب لا أتصور ذلك الكثير من المفكرين الأمريكيين كان يرون أن هناك حلا وحيدا لهذه الأزمة التي كانوا يرون ضرورة تجنبها لأسباب عدة أهمها أن الصراع الحقيقي لواشطن ليس مع موسكو موسكو دولة متوسطة الحجم وكانت إمبراطورية لكنها في التراجع المستمر الصين هي الهاجس الأهم لكل صنعي السياسة والاقتصاد والمال في الولايات المتحدة وكان هناك خيار بديل أن تكون أوكرانيا هي دولة محايدة مثلها مثل دولة النمسا أو فنلندا هي دول اختارة الحياد بعد الحرب العالمية الثانية ولم يقترب منها أحد أثناء الحرب الباردة ولها كل الاحترام في منظومة الأمن الأوروبي وأعتقد أن البعض نادى أن يخرج الرئيس الأوكراني بموادرة أن بلاده ستكون دولة محايدة لا تريد الاندوم للنيتو ولا تريد العداء مع روسيا وتريد صداقها مع الجميع وأن يتم معاملتها كدولة محايدة وأعتقد أن هذا كان حل يمكن أن يجنب الجميع على الصدام الذي نراه الآن في الساحة الأوكرانية لكن أيضا الولايات المتحدة والغرب تحديدا ارتكب الكثير من الأخطاء تجاه روسيا منذ انهار الاتحاد السوفيتي كان هناك وعود مستمرة وموثقة بعدم تمديد الحلف حلف الناتو ناحية الحدود الروسية وعدم ضم دول السوفيتي السابقة وعدم ضم الدول المجوورة لروسيا التي كانت أعضاء في حلف وارسو سابقا لكن كل هذه الوعود تم مخالفتها واستمرت الولايات المتحدة في توسيع الناتو وصولا إلى الحدود الروسية وأعتقد أن البعض هنا يتفهم الموقف الروسي المعادي لتوسع الناتو حتى الحدود الروسية ويعرونه تصرفا غبيا من الغرب الذي كان يجب عليه أن يوجد منطقة عزلة بين الطرفين بين الروسيا النووية وبين حلف الناتو لكن أعتقد أن الغرور الغطرسة الغربية سهمت في هذه الأزمة التي نحن بصدودها أريد قبل أن أذهب إلى هذه الأخبار أن أسألك أيضا عن المساعدات الدفاعية لأوكرانيا معدات عسكرية في أوروبا لتعزيز دفاعات الناتو هذه تكلفة إضافية أضافها بايدن على التكليف التي ستتحمل والولايات المتحدة الأمريكية لأجل هذا الصراع أو هذه المعركة إلى أي مدى الولايات المتحدة جادة بالفعل لتحمل تكليف هذا الصراع سواء مساعدات عسكرية سواء مساعدات اقتصادية لأوكرانيا التي ستتحمل التكلفة سواء مساعدات للحفاظ على أراضي الناتو وكل شبر في الناتو التي تحدث عنها قبل قليل كيف ستتحمل الولايات المتحدة الأمريكية هذه الكلفة الاقتصادية لأجل الإفاء بهذه الوعود الولايات المتحدة دولة غنية وهناك إجماعة في الكونجرس على ضرورة مواجهة روسيا وتطلعاتها في أوكرانيا ولا أعتقد أن التكلفة المادية لنشر عدد ألف من الجنود الأمريكيين أو تقديم مساعدات عسكرية لدول الناتو أو أوكرانيا سيكون عبءا كبيرا على الميزانية الأمريكية هذه أرقام تعد بالمعايير الأمريكية في الحسابات الأمريكية المالية والاستراتيجية لكن لن ترسل الولايات المتحدة أي عساكر أو جنود أمريكيين لمحاربة روسيا أو مواجهة روسيا داخل أوكرانيا أوكرانيا ليست دولة في حلفة نيتو ولن يتم زهق دماء أي أوروبي أو أي أمريكي دفاعا عنها وهذا واضح جدا هو أكد على ذلك قال بشكل واضح لا نية للولايات المتحدة الأمريكية لدخول حرب ضد روسيا ونفأ قبل ذلك أكثر من مرة أن يتم إرسال حتى نتقل إلى هذه الأخبار حيث نقلت كاميرا الجزيرة مباشر أبرز تطورات الوضع اليوم على الحدود الأوكرانية الروسية ورصد موفد الجزيرة مباشر عبد العزيز مجاهد هناك ملامح الحياة على خط التماس للمنطقة التي باتت أكثر اشتعالنا في العالم الآن فنتابع مشاهدين الكرام خلف هذا الحاجز العسكري للجيش الكوراني ببضعة أمطار فقط يتواجد خط وقف إطلاق النار الذي يقسم إقليم الدنباس إلى قسمين هذه المنطقة تعرضت للكثير من القذائف مساء أمس وصباح اليوم نحن الآن سنعبر هذا الحاجز لنصل إلى خط وقف إطلاق النار مشاهدين هذه قرية نيويورك نيويورك الأوكرانية آخر قرية في إقليم الدنباس الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية بعد بضعة أمطار من هنا إلى الأمام يكون آخر حاجز للجيش الأوكراني قبل خط وقف إطلاق النار مباشرة كما تشاهدون خلف هذه البيوت شبه مهجورة هذه القرية تقريبا تتساقط عليها القذائق بصورة يومية لذلك تبدو القرية وكأنها شبه مهجورة في هذه اللحظات شاهدين الكرام هذه آخر القرى التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني قبل خط وقف إطلاق النار على بعد أمطار قليلة هنا أمامي آخر حواجز الجيش الأوكراني وبعد أقل من 500 متر خط وقف إطلاق النار الذي يفصل إقليم الدنباس إلى شطرين سيرنا في هذا الطريق يعني تقريبا نحن لا نقابل أحدا معظم سكان هذه البلدة الحدودية غادروها تماما وفقا لبيانات الجيش هذه إحدى أكثر البلدات تعرضا للقصف نظرا لأنها شطر هذه البلدة يقع في الجانب الآخر ويسيطر عليه انفصاليون موالون لروسيا والشطر الآخر نتواجد فيه نحن الآن ونسير فيه الآن في هذا الطريق أو هذه القرية المهجورة كما تسمعون تقريبا لا صوت هنا سوى صوت بعض الكلاب التي تنبح في هذا الطريق المهجور البيوت هنا كما تشاهدون مشاهدين الكرام مهجورة تماما لا يوجد فيها أحد نحن نتحدث عن أمتار قليلة تفصلنا عن خط وقت إطلاق النار الذي يفصل قليم الدنباس إلى شطرين توجهنا إلى نقطة الجيش الأوكراني لكنهم لم يسمحوا لنا بالعبور وقالوا أن الوضع مرشح للتصاعد في أي لحظة وبالتالي لم يسمحوا لنا بعبور هذه النقطة المرورية في الجانب الآخر وفقا لبيانات الجيش الأوكراني فإن هذه المناطق تعرضت لأكثر من 14 خرقا لوقف إطلاق النار خلال الساعة القليلة الماضية وتم تدمير منزلي معدد من المركبات جراء القذائف العشوائية التي تسقط عليهم من الطرف الآخر من قليم الدنباس الذي سيطر عليه مسلحون انفصاليون موالون لروسيا وقالت سيدة موسنة من أقليم دنباس الجزيرة مبشر أنها لا تخشى نذر الحرب التي تلوح في المنطقة وأنها لن تبرح أرضها ولن تغادر بيتها مطلقا أيضا فنتابع اسمي ناتيجنا بيتروفنو لماذا لم تبرحي هذا المكان لماذا بقيت أنا سيدة طاعنة في السن وقد ولدت قبل الحرب العالمية ومازلت حية فإذا أرادوا قتلي فليفعلوا فأنا على شفاء القبر على أي حال فعمرنا هذا الأربعة وثمانين عام هل فهم هل لديكم عائلة أقارب كان لدي ابن كهل في عام الف وتسعمائة وأربعة وثمانين سافر إلى روسيا وتوفي هناك وبقيت وحيدة هل سمعتم دوية انفجارات؟ بالطبع سمعت الطائرات ولكن من أين تحلق لا نعرف وقد قلت لجارتي تبدوك الطائرة التي استخدمت في هيروشيما ونكزاكي سوداء عملاقة ولكن من أين انطلقت لا نعرف وهل يفهم صاحبك ما أتحدث به بالروسية؟ لا يفهم أم ستترجم له؟ لقد أجابت عن هذا السؤال قالت أنها أمرأة مصنة أين ستذهب؟ عدوا لكم مرة أخرى سيدة محمد المنشاوي لوجانسك ودونسك أعلنت استقلالهما في عام 2014 ونحن اعترفنا بهم فقط الآن هذا ما قاله المندوب الروسي في جلسة مجلس الأمن التي طلب أن تكون سرية ولكنهم أصروا أن تكون علنية وهو ما وضع بعض علامات الاستفهام على ردات الفعل التي تبعناها بالأمس والتي قال البعض أن روسيا اتخذت خطوة لم تتوقعها الولايات المتحدة الأمريكية ولم تتحدث عنها كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث كل يوم عن غزو روسي لأوكرانيا الغزو يوم الأربعاء الغزو يوم الخميس الغزو هذا اليوم الغزو في ذلك اليوم ولذلك هل فجأت روسيا أمريكا بهذه الخطوة أم أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن طول اهتمام لهذه الخطوة بالأساس كما ذكرت كل التقارير الإخبارية نقل عن مصادر الاستخبارات كانت تؤكد وقوع حرب كبيرة بعيدا عن هاتين الجمهورياتين وبعد التقارير فصلت لهذه الحرب وقالت أنها سيتم وقوع 50 ألف ضحية من الأوكرانيين و10 ألاف من الروس وعدد من المدنيين من الطرفين وكان هناك عدة مرات تحدث رئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكين عن مواعيد محددة قالوا ربما بعد أربعة أيام ربما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية ومن هنا كانت الخطوة الروسية بالأمس بمثابة مفاجأة لصنع السياسة الأمريكي البعض كان يرى أن ما تقوم بالاستخبارات الأمريكية من تسريبات هي في إطار الحرب النفسية على رئيس بوتين كي يدرك أنه تحت الرصد هو واتصالاته مع كبار مستشاري وأنها تدرك وتسمع كل ما يحدث بينهما وواضح أن هذا كله كان خطأ من الجانب الأمريكي والبعض يرى أيضا أن ما قام به الرئيس بوتين أمس بعد رفع الصقف الأمريكي أنه سيكون هناك غزو كامل ربما يكون بمثابة خبر جيد للإدارة الأمريكية التي كانت تأهب وأهبت الرأي العام الأمريكي والعالمي لغزو الشامل فالآن نحن بصدد جمهوريتين على استقلالهما وأيادتهما روسيا فالفاجعة أقل كثيرا وربما هذا يكون بمثابة خبر جيد للإدارة الأمريكية مقرنة بما كانت تأهل له الشعب الأمريكي من غزو كامل في الأراضي الأوكرانية نعم ولكن حتى وإن كان ذلك بالفعل هو خبر جيد للإدارة الأمريكية فذلك لا ينفي الحرج الذي تحدث عنه بعض المراقبون بالأمس من أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت نفسها وكأنها وكالة أنباء تتحدث عن مواعيد الحرب وبالأخير أثبت بوتين خطأ كل هذه التكهنات وقام بإلقاء الكرة في ملعب أوكرانيا وأصبحت الأمور الآن على أرض الواقع إقليمين أو إقليمان منفصلان وعلى أوكرانيا أن تتدبر أمرها وأما قالت الولايات المتحدة الأمريكية هو عار تماما من الصحة بل وربط ذلك بمسألة الاستخبارات أعادة للأذهان ما تم الحديث عنه بشأنه عن فشل الاستخباري شهدته عملية الانسحاب الأمريكية الأخيرة أو الخروج الأمريكي من أفغانستان بالطبع أتطفق مع كل ما ذهبتي إليه لكن الزكرة الأمريكية زكرة قصيرة جدا وبالطبع هناك أخطاء استخباراتية تاريخية في الحياة السياسية الأمريكية أقلها سلاح العراق النووي التي كانت أمريكا تستخدمه كزريعة للحرب على العراق عام 2003 وكذب فشل هذه الدعاءات وأعتقد أن الانسحاب المغكل من أفغانستان العام الماضي أيضا هز سقة الإدارة الأمريكية في استخباراتها ولا أعرف لماذا لجوا إلى هذه التقارير التي ثبتت عدم مصداقيتها وعدم دقتها في تحديد موعد غزو روسيا لأوكرانيا ووصولا لتحديد عدد القتلى من الطرفين في هذه الحرب المتوقعة والتي لم تحدث لكن الكرة ليست في ملعب واشطن هي في ملعب رئيس بوتين لا أحد يعرف هنا كيف يفكر وما هي الدائرة المقربة منه وما هي الخطوات التالية هل سيتم تمديد الزحف الروسي من الجمهوريتين إلى بقية أوكرانيا لا أحد يعرف هل يريد أن يقلب النظام في أوكرانيا ويعين نظام موالي له لا أحد يعرف هل يريد أن يضم كل أوكرانيا لروسيا كما هناك بعد الإدعاءات ذكرها أمس في خطابه الطويل لا أحد يعرف الرئيس بوتين بمسابة صندوق أسود للاستخبارات الأمريكية كل ما يخرج منها كما شاهدنا خلق أيام والأسابيع الماضية لم يكن دقيقا على إطلاق نعم شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي محمد المنشاوي كنت معنا عبر الإنترنت لك جزيلا شكرا ينضم إلينا عبر الإنترنت أيضا من واشنطن الخبيل الاقتصادي مصطفى شهين سيد مصطفى مرحبا بك وهذه العقوبات الاقتصادية أعلى أو أكثر ما يتم الحديث عنه الآن من جانب كل الصحف بعد أن قام أو وسائل الإعلام بعد أن قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعلان عن حزمة عقوبات اقتصادية بالأساس على روسيا بالإضافة إلى عقوبات أخرى تم الحديث عنها بالأمس وكذلك ألمانيا تحدثت عن وقف نورد ستريم لاين تو وأن هذا المشروع لن يتم المضيق قدما فيه مع روسيا حتى تتراجع ما قامت به التدعيات الاقتصادية التي يجب أن نتحدث عنها الآن ما هي؟ الحقيقة أولا دعين أرحب بحضرتك وبكل السادة المشاهدين في العالم العربي كله الأول تدعيات أن روسيا بتعتمد اعتباد كبير جدا على صدراتها سواء كان من النفط أو سواء من الغاز بالإضافة أيضا لصدراتها من الحبوب اللي هيحدث أن لو أن العقوبات زادت على الصدرات سواء من النفط أو من الغاز أو بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى سعيا حثيسا إلى إيجاد بديل للغاز الروسي لأوروبا لأن روسيا وحدها تقريبا هي مسؤولة عن توريد تلت الاستهلاك الأوروبي كاملا فتقليل الطلب على الغاز الروسي معناها تقليل الإيرادات من النقد الأجنبي للروسيا معناها أن العملة الروسية ستنهار وستنخفض وشاهدنا كده الفترات عديدة جدا انخفض العملة الروسية معناها ارتفاع الأسعار ارتفاع جنوني وهو ده إدارة بايدن أو الإدارة الأوروبية أو الناتو بصفة عمله غرض أن يحمل تكلفة أن يبقى فيه كاست للقرار الروسي إذا أراد أن يضم أوكرانيا الشد والجذب بين الاتنين حيتوقف على مين اللي هيقدر يتحمل التكاليف إذا روسيا استطاعت أنها تتحمل تكلفة انهيار العملة الروسية نتيجة انخفض الصادرات الروسية سواء من الغاز سواء من النفط سواء من الحبوب حتما ستشعل الأسعار وحضرتك شايفة الآن أسعار النفط الجاز الآن وصلت تقريبا لـ 100 دولار للبرميل معناه أنه سيكون فيه ارتفاع في التكاليف وأنا بكلم حضرتك الآن بتابع الأخبار الأمريكية للأسف البورصة الأمريكية أيضا بتتهاوى لأن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى ارتفاع في التضخم سيؤدي إلى معاناة أكثر الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أيضا بتعاني لأول مرة منذ 40 سنة لم نرى مثل معدلات التضخم ارتفاع أسعار في أوروبا وفي أمريكا نتيجة الكورونا الآن إذا زاد الأثر الآخر أثر الحرب أو أن هناك صراع ربما يجر العالم الحرب عالمية ثالثة إذا روسيا حاولت أنها تتدخل جوة أوكرانيا والضم أوكرانيا بالنسبة لها الأمر لن يتوقف فقط على إشعار أسعار النفط سنفاجأ أن في تكليف الشحن سترتفع ارتفاع تكليف الشحنية الأخرى ستؤدي إلى تكليف السواء السلع الغذائية سنفاجأ أن هناك موجة تضخم في العالم شديدة ويصاحب هذه موجة التضخم أيضا ارتفاع في مزيد من حالة الكساد وحنبدأ يحصل عندنا ظاهرتين اتنين اللي هي ما تعرف بالركود التضخمي اللي هو ارتفاع في الأسعار وحالة من حالة الكساد الاقتصاد الأمريكي لم يتعافى بعد من أسعار الكورونا واقتصاد أوروبا بالكامل إذن حتى ستكون للدول النمية الدول المستوردة للغذاء بصفة أساسية سترتفع أسعار الغذاء خاصة الدول التي تستولد زي الأمح والذرة اللي تعتبر أوكرانيا وروسيا هما من أكبر دول العالم في تصدير الأمح أيضا والذرة والسلع الغذائية بصفة عام هذا عن هذا النوع من التكلفة والتكليف ولكن بينما بوتين يتحدث وكان يوجه حديثه في هذه اللحظة تقريبا إلى المواطن الأمريكي هو أصر عن أن روسيا هي التي ستدفع هذه التكلفة وأنه سيعمل جاهدا لأجل أن لا يتحمل المواطن الأمريكي أو لا يتحمل الحلفاء تكلفة تلك العقوبات الاقتصادية التي ستفرض على روسيا أو التي قم بفرضها على روسيا والتي أيضا هناك حزمة أخرى أو خطوة أخرى في حال تمادت روسيا في خطواتها تحدد الـ VEP والبنك العسكري والديون السيادية وقال أنه سيعمل على تحمل هذه التكلفة هل حقا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تحمل تكلفة هذه العقوبات الاقتصادية على المواطن وعلى الشركاء أم أن هذه تصريحات سياسية لأجل فقط طمأنة القلوب خليني الحقيقة لا الحقيقة إدارة الرئيس بايدن في مأزق لأول مرة الإدارة الديمقراطية لم تستطع أنها تتعامل مع التضخم لم تستطع أنها تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في البطالة جوه أمريكا موضوع الرئيس بايدن الآن حاول يتفق مع قطر ومع دول أخرى بحيث تستطيع أنها تورد الغاز لأوروبا هذا طبعا له سلسلة من الإعدادات سواء تكليف شحن سواء سلاسل الإمداد سواء الشاحنات اللي ستنقل لو انجرت الموضوع نحن في عز الشتاء الآن وفي شتاء قارس سواء في أوروبا أو سواء في أمريكا كل هذه التكليف سترفع أسعار النفط المواطن الأمريكي أستاذة الآن أسعار النفط تقريبا تضعفت حينما حدثت الكورونا كان سعر جلون الجاز في أمريكا بدولار الآن سعر جلون الجاز في أمريكا ب3.5 دولار يعني ارتفع 3 أضعاف أكثر من 300% الآن في ظل الأزمة الناس كثيرة جدا تجلس بدون عمل المساعدات الحكومية توقفت الآن الحكومة الأمريكية بدأت تفتح الأبوب بغض النظر عن أثار الكورونا لأنه لن يستطيع أنه يستمر لفترة طويلة أنه يتحمل هذه الأعباء ولكن حقيقة المواطن الأمريكي سيستشعر بأثار هذه الحرب عليه تحديدا في أسعار النفط وأسعار الغزاء وإن كانت مولايات المتحدة منتج رئيس للغزاء لكن للأسف ارتفاع تكلفة الناء اللي سيؤدي أيضا إلى مزيد من تكليف في أسعار الأغزية داخل المتحدة الأمريكية وذي بتضر بالطبقة الفقيرة وهما دولت من أكبر شريحة مساعدة أو داعمة للحزب الديمقراطي وإحنا مقبلين على انتخابات قريبة فاحتمالات كثيرة جدا أن يكون لها أثر سلبية على الحزب وعلى الانتخابات المقبلة للإدارة الأمريكية الحالية ماذا لو تحدثنا عن أوروبا تحديدا ألمانيا التي قال مستشارها اليوم بأن العمل مع روسيا على خط نورد ستريم لاين سيتم تعليقه قبل قليل استعرض زميلنا عمرو حسن من واشنطن تغريدة لمدفيف قال فيها أن على أوروبا أن تستعد لألفين دولار لأجل ما كانت تدفعه قبل ذلك ألف يعني تقريبا الضعف لأجل الغاز هل ستتحمل أوروبا هي الأخرى تكلفة هذه العقوبات التي تفرضها أمريكا وتطالب بفرضها وكذلك العقوبات التي ستدخل فيها أوروبا اقتصاديا على روسيا السؤال حضرتك هذا سؤال رائع جدا لكن دعونا أكد عليك أن القوة الأظمة سواء الولايات المتحدة الأمريكية وسواء أوروبا وسواء روسيا نفسها بيتصفوا بالعقلانية الشديدة احنا شفنا قبل كده منورات بين القوة العظمة الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا تريد أن تخوض حربا مع أوكرانيا وضيف حضرتك السابق الأستاذ المنشاوي تفضل وقال لك أن الآن الولايات المتحدة إضارة بايدن تحديدا جاءت لتتفرغ للأزمة الصينية للصعود الصيني فليس من مصلحة أوروبا وليس من مصلحة أمريكا وليست من مصلحة صناع القرار جوه أمريكا أن هما يدخلوا في حرب أو أنه يزوي التكاليف الإنتاج كون أن أوروبا تريد أن تجد لها بديل عن النفط أو الغاز الروسي وأنها تستطيع أن تأتي بالشرق الأوسط حتماً زي ما حضرتك تفضلت سيكون هناك الارتفاع في التكاليف الإنتاج أوروبا ليست لا تستطيع في هذا الوقت ولا أمريكا أن هما يتحملوا تكاليف ارتفاع في التكاليف لأن المواطنين في أوروبا وفي أمريكا بيعانوا ومن ناحية أخرى المستفيد الأول من هذه الحرب سيكون هو الصين لأن الصين ستستفيد من الصراعات سواء النفاق داخل الموازنة الأمريكية النفاقات على الحرب كل هذا سيكون له تأثير كبير جدا على النفوذ الأمريكي نفسه لكن الوقت المتحدة على الجانب الآخر تريد أن تقول للناتو نحن معكم نحن حلف واحد ونريد أن يكون لنا قوة ولهذه القوة تستمد حتى يستطيع أن يواجه التمدد الصيني في المنطقة والتمدد الصيني نفسه هناك دراسات أمريكية نفسها أن لابد الوقت المتحدة الأمريكية تبدأ تتخلت عن بعض نفوذها داخل منطقة شرق آسيا وتترك المجال للصين في هذه المنطقة في مقابل أنها تحافظ على حلفائها فأمريكا لن تستطيع أوروبا أن تتخلى عن أمريكا وأمريكا لن تستطيع أن تتخلى عن أوروبا لكن دخول في حرب مباشرة مع الروس سيكون فيه إضعاف لهذا الحلف خاصة أن الأمر لن يتوقف بين روسيا وبين أوكرانيا حتما من وراء الموضوع أولئات المتحدة الأمريكية وأوروبا وعيادة مصالح الدول العظمة خاصة مع تمدد النفوذ الصيني وده اللي الإدارة الأمريكية بتخشاه وتعمل له ألف حساب الآن نعم شكرا جزيلا سيدة مصطفى شهين كنت معنا عبر الإنترنت من واشنطن لك جزيل الشكر ووردنا الآن هذا الخبر العاجل لمشاهدين البنتاجون يقول أن 12 مروحية أباتشي هجومية ستنتقل من اليونان إلى بولندا وكذلك 20 مروحية هجومية من طراز أباتشي ستنتقل من ألمانيا إلى منطقة البلطيق كذلك البنتاجون يقول أن ثمانية مقاتلات أف خمسة وثلاثين ستنتقل من ألمانيا إلى مناطق مختلفة في الجناح الشرقي للنيتو كذلك وزارة الدفاع الأمريكية تقول ثمانمائة جندي أمريكي سيتوجهون من إيطاليا إلى منطقة البلطيق إذن ثمانمائة جندي أمريكي سيتوجهون من إيطاليا إلى البلطيق وثماني مقاتلات أف خمسة وثلاثين ستنتقل من ألمانيا إلى مناطق مختلفة في الجناح الشرقي للنيتو وكذلك 20 مروحية هجومية من طراز أباتشي ستنتقل من ألمانيا إلى منطقة البلطيق واثنى عشر مروحية أباتشي هجومية ستنتقل من اليونان إلى بولندا. كل هذا نقلا عن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجن. كذلك لدينا هذا الخبر العاجل الرئيسي الأوكراني. يقولوا لا حاجة للتعبئة العامة اليوم. لا حاجة للتعبئة العامة اليوم. هذا خبر عاجل الآن عن الرئيس الأوكراني زيلينيسكي. ولمتابعة مزيد من التطورات معنا عبر الإنترنت من كيف. دكتور محمد فرجالله رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربي. دكتور محمد مرحبا بك. وأريد أن أعرف منك تفاصيل هذا الخبر العاجل الأخير. ما قاله الرئيس الأوكراني لحاجة للتعبئة العامة اليوم. كيف يمكن أن نفهم هذا الخبر؟ ومتى يمكن أن يتحدث الرئيس الأوكراني عن تعبئة عامة؟ ما هي الإشارة التي ينتظرها؟ تحية لكم طبعا ولمشاهدكم الكرام. اليوم الرئيس الأوكراني هي أوكران طبعا في المخط الأول مواجهة. والرئيس الأوكراني عندما قدم كان برنامجه مختلف تماما عن سلفه. سلفه كان مقتنع تماما أنه لا حديث مع بوتين. وبوتين لن يتحدث إلا مع الأقوية. الرئيس الحالي للأسف الشديد عامان وهو يعيش في عالم الروبانسية. وحاول عامان أن يستجدي لقاء مع بوتين. فقط منذ شهر تغيرت لهجة الرئيس الحالي عندما بدأ يطالب الغرب بالوقوف مع أوكرانيا عسكريا وسياسيا وكل ما يمكن أن يتضي بالاتفاقات السابقة. اليوم هذه التصريحات هو الرئيس يعمل على عملية تمتين الجبهة الداخلية. وعملية تحضير المواطنين شيئا فشيئا. لأن المجتمع الأقرأ عنه لا يسعي أو الحرب. قبل أن تقبل دكتور محمد اسمح لي أيضا بقراءة هذا الخبر. العاجل الرئيس الأوكراني يقول إصدار مرسوم بتجنيد قوات احتياط خلال فترة خاصة. هذا استكمالا للخبر العاجل الذي قال فيه قبل قليل. إنه لا حاجة للتعبئة العامة. اليوم قال إصدار مرسوم لتجنيد قوات في مرحلة خاصة. وكذلك يقول روسيا انسحبت من اتفاقات مينسك. والآن يتحدث ويقول أيضا روسيا انسحبت من اتفاقات مينسك. إذن هذا التطور المرتبط بعدم التعبئة العامة. بينما إصدار مرسوم لتجنيد في مرحلة محددة. يمكنك أن تكمل بوضع أيضا هذا الخبر في الصورة. بالطبع أكيد. اليوم هي أوكرانيا حتى نقوم في عجالة ووضح القارة. أوكرانيا دولة مسالمة 100% وفي النشأة الثانية منذ عام 1991 وهي تسعى إلى السلام. حتى أن أوكرانيا كما يرى البعض قامت بالخطأ الاستراتيجي الفادح. عندما تخلت عن ثالث أكبر ترسان نوية في العالم عام 1994. بموجب اتفاقية بودابست. كان لديها ألفين رأس ناوي. والذي كان ضامن لأمنها وحدة ترابها هي روسيا وبريطانيا وأمريكا. اسمح لي دكتور محمد مرة أخرى بالذهاب إلى هذا الخبر العجل. الرئيس الأوكراني يقول أن مستعد لإنهاء الحرب من خلال المحادثات الثنائية. وبمشاركة زعماء آخرين. إذا الرئيس الأوكراني يضيف على الأخبار العجلة التي قررناها قبل قليل هذا الخبر العجل. أنا مستعد لإنهاء الحرب من خلال المحادثات الثنائية. وبمشاركة زعام آخرين هذا أيضا جزء مما كنت تتحدث عنه ووصفته بالرومانسية المرتبطة بالرئيس الأوكراني أم أن هناك قراءة أخرى لذلك الخبر لا أخت الكريمة الرئيس الأوكراني وأوكرانيا تسعى اليوم لتكسب المعركة السياسية قبل المعركة عسكرية على الأرض لماذا؟ روسيا استعدت المعركة الحربية على الأرض العسكرية وهي الدولة المعتدية وهي عدد لذلك منذ سنوات أما أكرانيا تريد أن تكسب المعركة السياسية وتحرج روسيا عن مستوى الدولة سمعي دكتور محمد نذهب إلى هذه تصريحات للرئيس الأوكراني فإلى هناك روسيا وزنالا نزالجلسة كوازيوتورين على تيمتع الوقتية على تريطيب محلات تريطيب محلات سيهدن راتفكوها تقوية أغداء وقومت بإذنها تقوية أغداء روسيا نستعمل على تتعاة المعركة حول قرار الثلاثوية على runة على أغداء نفس المنزل لا تهتم محلات أفضل على أفضل نفسك في محلات أخذنا في القناة الأمثال على اليقظم محلات أخرى والعجم والدعاء كنفعل ما هو حتى أ何 يريد أن خطوية المساعدة وإلأة أقصدع الأرض مطعين وخصوصاً من المنزيد من المتحدثات، تشهرين منها لم يكن لديها أيضاً لديها. للنسبة 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 للمتحدثة هي أنه مدنسك أو المتحدث. أحبوك هذا فقط في دوسطورن مستقبل وضع المتحدثين من أخرى من المتحدثة. ولكن أريد أن أتذكر أنه لديه أهمية تحبب المتحدثة و تريطاريلي جداً لكينا. أولا من الموضوع الذي نعمل هذا المائل. شعب بيدينا يقضي إلى إعادة سانقائي على النار ودنر ويشهر اكتشهر أحدثي جونسون يقضي للمسؤالي جونسون سيديه يتعلق سانقائي حول رسيسيسيين بانك وشهر اوضع هذا كانت للمساعدة الأولاد شلز قالوا بحضورة بحضورة جزرم في فيه منطقة 2 مقاربا 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 جسن ترودو أغلوم أن تفعله بإمكانك مقاربا تغيبكات الفورية والمقاربات لكيبة على المقاربات والحوّلات والمقاربات نتعلم أيضاً من قبلة فترة منفكات من اجلناك نقدرنا أجلناك لإمكانكم على سياسات، لأنها في السيطات والأسوات جدنا نجمع المقاربات لتتحيقية الوكسي يحوى بخير وحضر، في اليوم لا يوجد محتاج إلى مباليزة. لننا بحاجة الواجهة و يجب الوقت المختلفة الواجهة و يجب الواجهة. يجب الواجهة كمهوركيكي سيئة في أحضر الواجهة عن اخذ الضيوريين في أخذ الوقت. أقوم بكتابة بأسفلنا بمجالين ويقالتنا بسرقعنا إلى مجالة الوحيدة. ما يجب علينا أن نقوم بإدفعي المطالة للإمكانية في مجالة الوحيدة. إذا وقتنا عام قائمة سنة الوحيدة في المنطقة في الوحيدة الوحيدة في وقتنا نقوم بإمكان أيضا المدينة الوحيدة الأزرقين قائمة تدريباية التدريبية في تدريبنا. وإذا الشهر من يدفعونا نسافية نحن نجحن أجل يجب علينا أن نحن بقية يجب علينا الإجابة أمتلك لإجابة للمشهرية تلك المساعدة هذا هو الشهر يجب علينا فيها و المساعدة يجب علينا نجحة ويجب فيها ونحن بها على أمتلك نحن نظام إذا كانت تذكب وقامة اشتركوا في القناة وقال إن هناك مرسوم صدر بتجنيد قوات احتياط خلال فترة محددة ولا حاجة لتعبئة العامة اليوم هذا أبرز ما جاء في هذه الكلمة للرئيس الأوكراني فلودمار زولنسكي قبل قليل أعود إليك مرة أخرى دكتور محمد دكتور محمد أبرز الأسئلة التي تطرح الآن هل ما جاء من عقوبات أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية قبل قليل وكذلك أعلنتها غيرها من الدول الأوروبية تحديدا ألمانيا هو ما كانت تريده أو ما كانت تتوقعه أوكرانيا أم أن ذلك غير كاف بالنسبة لها بعد تطورات الأمس التي اتخذها الرئيس الروسي بإعلان مشروعية استقلال لوجانسك ودونتسك هذه فقط الجرعة الأولى يكفي بأنه فقط ما شهدناه اليوم الأمس عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلانه بميليشيات والمرتزقة التابعة له بأنها أصبحت دولا مباشرة هارت البرصة في أقوى شركات غاز بروم وغير ذلك أما اليوم فألمانيا التي ظلت خجولة في دعم أوكرانيا اليوم كانت الضربة الأقوى وهي بتجميد مشروع سيل الشمال الثنين للغاز وهذه الضربة قوية لاقتصاد الروسي وهي البداية هذا يعني بأن المشروع تجمد وتوقف وهذا يعني بأن أوكرانيا تستعيد من جديد صفة الدولة التي يعبر عبرها الغاز الروسي 80% إلى الاتحاد الأوروبي وهذا سيتبلور ليس فقط في مكسب اقتصاد الأوكرانيا وكذلك إلى موقف سياسي إضافة إلى أن واشنطن والغربيين هم ماضون بالفرض للمزيد العقوبات ولا يجب أن نقالل من أهمية ذلك واشنطن أو أمريكا هي لديها 20% من الاقتصاد العالمي اتحاد الأوروب ب30% وحلفائهم أي أن باختصار سيكون نصف اقتصاد العالمي محروم على الشركات الروسية وعندما سيضرب هذا جيب الشركات الروسية ستنقل المعركة إلى العمق الروسي وإلى المواطن الروسي وهذا هو الهدف الأساسي من العقوبات عندما نحن شهدنا في الحرب الباردة كان من الصعب مواجهة تحاد السوفيت بالسلاح النووي ولكن تلك العقوبات التي أوصلت أقوى دولة بالسلاح النووي إلى الانهيار عندما عجزت عن توفير الخبز والملابس الداخلية عفوا للسيدات في المحلات العادية انهارت كلها كبيت من كرتون اليوم هذه فقط الجرعة الأولى والأمر مستمر إضافة إلى أن أوكرانيا كما قلت هي اليوم تطلب تفعيل ملفات اتفاقية بودابست اتفاقية بودابست لعام 1994 عندما تنازلت بموجبها أوكرانيا عن 2000 رأس نووي هناك كان ضمانات بأن هذه الدولة أوكرانيا مضمونة سلامة ترابها من قبل بريطانيا وواشنطن وروسيا اليوم المعتدي هي روسيا واليوم روسيا بشكل رسمي تضرب السيادة الأوكرانية بعرض الحائط إذن هذا سيعطي الحق الأخلاقي والقانوني لبريطانيا وواشنطن أن تقدم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا وهذا الأمر قد يتنوع ونحن فقط قبل أسبوع شهدنا البيان الأول للحلف الجديد حلف أطلنطا وهو حلف بريطاني بولندي أوكراني أي أننا نحن اليوم أمام ابتكارات جديدة في الدفاعية الرئيس الأوكراني اليوم هالي الكلمة لماذا قالها؟ لأنه اليوم نعي جيدا بأن الاعتراف بهذه الأقاليم الدمية لروسيا هي فقط بهدف شرعنت بين قوسين شرعنت لكي تكون القوات الروسية ليست فقط على حد أوكرانيا إنما في العمق الأوكراني أي داخل الدنباس أي أننا على الأغلب ولا سمح الله أمام اشتياح قادم للأراضي الأوكرانية من داخل أراضي الأوكرانية لذلك أوكرانيا كما قالها الرئيس الأوكراني سابقا نحن نعول بالدرجة الأولى على نفسنا وهذه المعركة معركتنا ولن يقاتل أحد بالوكالة عننا ولكن ما يطلبه اليوم العالم متحضر وهو الدعمنا وكذلك اليوم كما قاله جونسون قبل ثلاث أشهر علي على أوروبا أن تختار قريبا إما غاز روسي رخيص أو قيم أوروبية وقبل أسبوعين عندما قال كلافكين جونسون قال قريبا إذا اشتاح الجيش الروسي الحدو الأوكرانية هذا سيجر القارة كلها إلى حرب وهذا سيكون أكبر اشتياح منذ الحرب العالمية الثانية ولن نسمح بتغيير خارط أوروبا هناك خيارات كثيرة الغرب إذا أنه ويحاول أن يعطي روسيا الفرصة لإعادة النظر قبل فوات الأول شكرا جزيلا دكتور محمد فرج الله رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربي كنت معنا بإنترنت من كييف أذهب إلى هذا الخبر العاجل بيان لوزارة الخزانة الأمريكية تقول فيه أن الولايات المتحدة تزيد القيود على المعاملات في الدين السيدي الروسي وكذلك في البيان ذاته الولايات المتحدة تفرض عقوبات على نخب مقربة من الرئيس الأمريكي إذن وزارة الخزانة الأمريكية تقول فرض عقوبة على المعاملات في الدين السيدي الروسية وكذلك فرد الولايات المتحدة تفرض عقوبات على نخب مقربة من الرئيس الروسي وهذه العقوبات تزيد من القيود كذلك على المعاملات في الدين السيادي الروسي. مواقع التواصل الاجتماعي هي الأخرى تعج بالكثير من التعليقات على تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وعلى ردود الفعل الغربي. الصحفي كريستوفر ميلر اختار التعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي وكتب بايدن يسمي الأمر على حقيقته غزو روسي. البحثة ويتشيل غردت بقولها يبدو أن الولايات المتحدة وحلفائها يرسمون مسارا وسطيا. عقوبات على بعض المؤسسات المالية المتوسطة والأفراد مع إمكانية فرض المزيد من العقوبات. عقوبات على البنوك المرتبطة بالجيش والحكومة وليس البنوك الكبيرة. توسيع نطاق القيود المفروضة على الديون لا عقوبات على الصادرات بعد. البحث شادي حميد غرد قائلا يبدو أن روسيا تقوض مصالحها الوطنية. لكن جزءا من المشكلة في كل هذا يكمن في أن روسيا على ما يبدو لديها تفسير مختلف لمصالحها الوطنية عن التفسير الذي لدينا. أما البحث أنجو لهسين فقد كتب عشت وعملت في منطقة دونسك بين عامي 2016 و2018 على جانبي خط التماس المدنيون في كل من المناطق الخضعة لسيطرة الحكومة. والانتصالين سيقولون إنهم سائموا الصراع ويريدون السلام ويخشون تجدد القتال. أفكر كثيرا في هؤلاء الناس الآن. في أوكرانيا أيضا يستمر تفاعل رواد مواقع التواصل مع قرارات بوتين بشأن إقليمي دونسك ولوغانسك. حيث غردت الصحفية نيكا ميليكروزيرفا قائلة أن فخورة بأوكرانيا. فخورة لكون أوكرانية يعتبر الدكتاتور الأكثر جنونا في أوروبا تهديدا وجوديا لحكمه لأننا نملك انتخابات حرة وتنافسية. فالحزب الموالي لروسيا من بين الأكبر في البرلمان إضافة إلى ذلك لدينا حرية التعبير. فيما دون الصحفي يونوس أوردوغو قائلا لمن يسأل ودون ترك مجال للخطأ. أوكرانيا ليست جزءا من روسيا ولم تكن أبدا جزءا منها. ما قاله بوتين للعالم هو أمر يثير الجنون. وأكثر من مخيف لا تصدقه. الصحفي إليا بنو مارينكو قال من المهم جدا الآن توجيه صفعة لبوتين وتصليت أكثر العقوبات شدة وتقديم الدعم العسكري الفوري لأوكرانيا. أي علامة على الضعف تعني التشجيع على حرب كبرى في أوروبا. أنستازيا الصحفية الأخرى قالت نشرت قصة قصيرة قالت فيها طلبت مني صديقتي التي لم تدرس الأوكرانية رسميا وهي نصف روسية أن أساعدها في ترك اللغة الروسية والتحدث باللغة الأوكرانية. فقط كتب الكثير من الأوكرانيين عن التحول للحديث بالأوكرانية. فقط هذا الأمر جعل قلبي يذوب وقررت أن أفعل الشيء نفسه وكان يجب علي فعله منذ وقت طويل. أضافت الصحيف الصحفية في تغريدة أخرى لتوضيح الهدف ليس نبذأ وانتقاد المتحدثين بالروسية. فقد مات الآلاف منهم وهم يدافعون عن أوكرانيا. إنه بالأحرى عمل صغير للمقاومة ضد الكرملين الذي حرم أوكرانيا من حق السيادة والتاريخ والثقافة ولغتها لعقود. وغردت سماريه الأخرى تقول لن ألوم الشعب الروسي على ما يحدث. والعديد منهم لهم جذور في أوكرانيا مثلي. لقد تشبعنا بالبروبغاندا طوال حياتنا من الصعب الابتعاد عن وجهة نظر معينة للتاريخ. خاصة بالنسبة للأشخاص الأكبر سن. إنها حرب بوتان. الروس مكبتون ومعزولون. الصحفية أولغا توكاريوك هي الأخرى. أولغا توكاريوك هي الأخرى. كتبت تقول. إذا كنت تريد معرفة رد فعل الأوكرانيين على خطاب بوتان فإليك لمحة تناقش الأمهات على فيسبوك. وضع ملسقات على ملابس أطفالهم عند ذهابهم إلى المدرسة. للإشارة إلى فصيلة دمهم لا تخطئ التقدير. لقد يعتبر هذا الخطاب لمثابة إعلان حربا على أوكرانيا. هذه التغريدة كتبت بنفس المعنى بالأمس. وهي تتحدث عن أن الأمهات يضعون ملسقات على ملابس أطفالهم بفصيلة دمهم. وهم بذلك يحاولون عندما تقوم حرب. إن أصيب هذا الطفل أن تكون لدى من يحمله معرفة بفصيلة دم حتى يستطيع إنقاذه. فهم يفهمون أن ما حدث أو ما قاله بوتان هو إعلان حرب على أوكرانيا. الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيفا. هو الآخر اختار الرد على القرار الألماني بتعليق مشروع نورد ستريم 2. على ضوء قرار موسكو الاعتراف في استقلال إقليمي دونسيك ولوغانيسك. حيث نشر ميدفيفا تغريدة عبر حسابه على تويتر جاء فيها. أصدر المستشار الألماني أولف شولتس أمرنا بوقف عملية التصديق على خطس أنبيب الغاز نورد ستريم 2. حسنا أهلا بكم في العالم الجديد الشجاعة. حيث سيدفع الأوروبيون قريبا ألف يورو مقابل كل ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي. تغريدة ميدفيفا أثارت الكثير من التعليقات. حيث كتب بطل العالم من الشترانج أو في الشترانج والمعارض الروسي جاري كاسباروف. على الأقل أصبح الجميع أكثر صدقا الآن. تعترف ألمانيا أخيرا أنه لا يمكن الفصل بين الاقتصاد والسياسة. وهنا يوضح ظل بوتين الصغير أن نورد ستريم 2 كان دائما أداة ابتزاز. لوكا بافلوف غرد قائلا لقد كان هذا متوقعا لكن من الواضح أن أرباحنا يقصد من الغاز ستتحسن. هذا ليس سيئا أليس كذلك؟ التوتر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لم يقتصر فقط على تبادل تصريحات والخطبات. بل بدت مظاهر المعركة بشكل جلي عبر منصات التواصل الاجتماعي. فردنا على خطاب بوتين ليلة أمس نشر حساب السفارة الأمريكية في كييفا صورة ميمة. تقارن بين مظاهر الحضارة في القرن الحادي عشر بالعاصمة الأوكرانية والعاصمة الروسية موسكو. ذلك ردنا على تشكيك بوتين في تاريخ أوكرانيا. والتي قال إنها كانت عبر التاريخ جزء من الإمبراطورية الروسية. ردنا على ميمة سفار الأمريكية تدول مؤثرون روسا بشكل واسع صورة تقارن بين مظاهر الحضارة في العاصمة الروسية موسكو. ونظيرتها الأمريكية واشنسون في الفترة بين القرن الثاني عشر والقرن الخامس عشر. التطورات المتسارعة في المشهد الروسي الأوكراني تحظى أيضا باهتمام عربي واسع على منصات التواصل الاجتماعي. تكتب البحث محمد علوش قائلا. رغم العقوبات الجديدة التي أعلنها الرئيس بايدن ضد روسيا ولهجته القوية. إلا أنه ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية الحل الدبلوماسي. من الواضح أنه قرر الاحتفاظ ببعض الخيارات المؤلمة في جعبته على أمل إقناع بوتانا بعدم تصعيد الموقف وشني هجوم كبير على أوكرانيا. فيما كتب أستاذ العلوم السياسية حسن نافع يقول لم يقدم بوتانا على غزو أوكرانيا. لكنه اعترف باستقلال جمهوريتين الفصاليتين في خطوة تؤكد إصراره على تحدي الغرب ومنع كل من أوكرانيا وجورجيا من الانضمام لحلف الناتو. الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة التي لم يعد أمامها سوى وقف توسع ناتو شرقا والتعامل الإيجابي مع متطلبات الأمن الروسي. أما المحل الأساسي بسامة جعارة فكتب يقول الرد الذي يمكن أن يحفظ ماء وجه الغرب في أوكرانيا هو إعلان ضمها إلى حلف الناتو للجم غطرسة بوتانا. فيما كتب الباحث تقادم الخطيب قائلا بوتان يسعى الآن إلى جعل أوكرانيا أقرب إلى الحالة الفنندية إبان الحرب الباردة بأن تكون محايدة ومنزوعة السلاحة. أستاذ العلوم السياسي عبدالخالق عبدالله كتبه الآخر يقول بوتانا كسب الجولة الأولى ومستمر في خلط الأوراق ومواصلة السير نحو كياف ولا يبالي بالثمن آخر ما يوده العالم هذا لاستعراض الفج للقوة. الصحفية مريم محمد علقت بقولها الرئيس الأوكراني الضعف من أن يتخذ قرارا ضد بوتان. وقال ما يمكنه فعله إزاء دولة جارة اقتطعت جزء من أراضي بلاده. هو قطع العلاقات الدبلوماسية فورا معها لكنه ما زال يفكر حتى الآن في القرار. المحل المحمد الجوادي كتب يقول إذا نالت الدولتان الأوكرانيتان الجديدتان عضوية الأمم المتحدة فإن من المستحسن أن تخرج أمريكا من الأمم المتحدة وتنضم للجامعة العربية تحت قيادة أحمد بيك أبو الغيط. فهذه قهوة المستضعفين. من وجهة نظر المدون بغانم تعليق ألمانيا لخطي أمبوبا نوردستريم 2 أو 2 لا يعني أن روسيا خسرت الكثير. كما أن العقوبات التي فرضتها بريطانيا على أفراد وبعض البنوك الروسية أيضا رأيناها ضعيفة للغاية. ويمكن البسان الالتفاف على هذه العقوبات بكل سهولة. أقل حاجة روسيا بتستخدم الصين حديقة خلفية لأموالها. تغطياتنا لتطورات الأزمة الأوكرانية مستمرة. وبعد قليل يلتقيكم زميني محمد الرماش لمواصلة التغطية مباشرة أول بأول. ونلقاكم غدا في مسائية جديدة. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة نانسي قنقر